تقية كل الناس على مستوى العالم اللي حابب يتفرج على كرة محترمة وكرة جميلة ومنافس قوي اسمه النادي الأهل أكيد بيتفرج مبارا على المباراة لكن للأسف الحكم بوص كل شيء الحكم في كرة صعبة جدا 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 أنها تتحسب يعني ممكن تتحسب ضربة ثبتة للنادي أن يجبس عليك بدون أي تدخل سواء كارتة أصفر أو كارتة أحمد ممكن الحكم يحضر أي من أشرف لكن زي ما حضراتكم شفتوا أكيد طبعا أن زوايات حتى زوايا رؤية من تصوير المباراة ومن المسافات اللي مفروضة أن نحن نحكم عليها أعتقد أن هذا ليس متوفر فزي ما نلوم أيضا الكرة الأفريقية والكرة الأفريقية والتحاد الأفريقي على الحكم والمستوى السيء والمستوى اللي بيسوء من مباراة المباراة لازم أيضا نلوم على التحاد الأفريقي في ناحية التصوير هنفضل حد يمتى التصوير عندنا بكاميرات معدودة ما عندناش عدد الكبير جدا من الكاميرات اللي ممكن يكشف من كل الزوايا ودهنا بنشوف يعني احنا بنتكلم على الدور الأسباني بنتكلم في تقنية الـ 360 درجة فهنا بنتكلم على حاجة فعيدة جدا 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 نحن نوصلها مش بكلم على دوراتنا المحلية بنتكلم على الإمكانات الأكبر والأب الأكبر للمنظومة الأفريقية في عالم كرة القدم هو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكن نتمنى أن احنا في النهاية نكون عرفنا أن التحكيم الأفريقي في أفريقيا يفضل إلى حد طويل شوية سيء نتمنى أن المكتب التنفيذي ولجنة الحكام الموجودة في الفيفا تاخد القرار بعين الاعتبار وتبقى تحقق في المهزلة التحكمية اللي حصلت فيه مباراة أمس ومش أول مرة الأهل يتعرض للظلم التحكيم ومش أول مرة الأهل يتعرض لسوء اختيار لحكامه وسوء اختيار لحكامه الأفريقية بشكل عام كدهنا شفنا يعني اتنين نهائي وراء بعض دوري أبطال واحد في المغرب واحد في تونس والاتنين الحكم ما كانش على المستوى اللي يليق به الكرة الأفريقية ولا الكرة العربية اللي يكسب بروح الرياضي نقول له ونقول له مبروك واللي يغسد نقول له هارد لك لكن محدش يكسب حد على حساب مجهود وتعب وفريق بيشتري وفريق بيستعده وفريق بيسافع شون يعمل معسكرات وفريق أيضا عنده إمكانيات عالية وعنده جمهور بالملايين مستنيه على حساب فريق مراحش يغرب كرة واحدة فقط على المرمة بيلعب جادة عندك بلاعب وبيلعب وسط أرضه وسط جمهوره أعتقد أن ده شيء لابد أنه يتاخد بعين الاعتبار طبعا مباراة النجم الساحلي اللي كانت على ملعب رادس أمس حضر فيها أيضا منتخب الشباب منتخب مصر بقادة الكابتر ربيع سين اللي عندهم بطولة مهمة جدا في تونس بطولة شمال أفريقيا منتخب الشباب متصدر مجموعته اللي بيلعب فيها المغرب وبوركينا فاس والجزائر وتونس منتخب مصر فاز على منتخب المغرب واتعادل مع بوركينا فاس وكيسب منتخب الجزائر علشان يلاقي منتخب تونس بكرا إن شاء الله في اللقاء الأخير ولقاء الحسم علشان يفوز بلقب بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا كلنا أكيد متابعين أخبار النادي الأهلي وعايزين نعرف إلي حصل عشان القرارات الرسمية زي ما حضراتكم عارفين تسمعوها مكانين إما في قناة النادي الأهلي أو على الموقع الرسمي للنادي الأهلي طبعا إصابة علي معلول رسميا بشد في العدلة الضم هيحتاج فترة أسبوعين علشان إن شاء الله يرجع بالسلامة إلى أرض الملعب طبعا علي معلول حصلت له إصابة أو حصل له بعض الإجهاد بسبب يعني نقصة نادي الأهلي لاعب مهمة زي أيمان أشرف لكن دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول قال إن تشخيص الإصابة شد في العدلة الضم اليوم ما يحتاج لفترة علاج تصل إلى أسبوعين طبعا إحنا نتكلم غير إن إن شاء الله ينزل بالسلامة علشان يعمل فترة تأهيل ويستعد بعدها علشان يكون موجود مع الفريق بشكل طبيعي علي معلول اتعرض للإصابة في ديئة 68 ما أقدرش كامل اللقاء بعد محاولته الأولى لكن المحاولة الثانية فشلت إنه يبقى موجود في ملعب من أرخم الإصابات اللي ممكن تيجي للاعب كرة وقدم هي شد في العدلة الضم عدلة رفيع جدا في الجزم وفي مكان حساس جدا بيتحكم في كل شيء بيتحكم في الاسبرينت بيتحكم في الباص بيتحكم في التصويب بيتحكم في كل شيء كل ما هو مختص به يعني الفاغذ سواء الأيمن أو الأيسر أعتقد إن العدلة الضم اليمنى واليسرى بيتحكموا فيها بشكل كبير جدا علشان كده ممكن الأمامية ممكن الخلفية يكون فيها بعض العلاج السريع لكن الضم لازم تاخد راحة صلبية تامة ولازم تمشي تحت تعليمات الطبيب بشكل كبير جدا نادي الأهلي وصل إلى أرض الوطن الحمد لله صباح اليوم الفريق إن شاء الله بيستعد بتدريبات بكرة علشان يخوض لقاء يوم الثلاثة القادم مع باني سويف في دور الاثنين وثلاثين في كأس مصر إن شاء الله يوم الثلاثة أما يوم الجمعة هكون تاني لقاءة نادي الأهلي أمام الهلال السوداني في دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا إن شاء الله فوز يكون من نصيب النادي الأهلي لكن الفوز دائما ما بيكونش اللي وقعنا فيها ما فيش مباراة تخرج بدون أي أخطاء ما فيش مباراة مش بنتعلم منها بنتعلم منها وبالنفذ اللي احنا وقعنا فيه وتعلمنا منه في المباراة اللي بعدها وده اللي احنا نتمنى أن احنا نطبقه سواء في المباراة بين السويف يوم الثلاثة القادم أو يوم الجمعة أمام الهلال السوداني الهلال السوداني فاز على نادي بلاتينيوم واحد صفر في المباراة الأولى لألفريق السوداني على ملعبه وسط جمهوره في أول مباراة لي في دور المجموعات لدوري